في سؤال حساس شوي أبونا وصل على الآب السؤال بيقول هل الضيق أو الاضطهاد اللي بيحصل لأولاد ربنا هل هذا الاضطهاد والضيق والاضطهاد علامة حب ولا علامة غضب احنا بنسق أن الله محبة وأن كل عمل بيحصل في حياتنا أو في الكنيسة هو محبة مقدمة من الله لولاده اللي أحبنا وبزل ابنه الوحيد عننا على الصليب مش ممكن في أي وقت عاملنا بغضب أيا كان فاحنا بنسق أن كل الأمور كلها تدافع لها محبة ربنا وإذا ربنا بيحبنا فبيسمح لنا بالضيقات وبالتجارب لأن الذي يحبه رب يؤدبه ومحبة ربنا لنا بتسمح بالضيقة لأن الضيقة في اختبار لعلاقة ربنا بي وزي ما بنقول كده في كل ضيقة ومتضايق وملاك حضرته وخلص ترجمة نانسي قنقر